رغم ان مباراة النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي في الجولة الثالثة من الدور المصري لسه يوم 8 اكتوبر الا ان المدير الفاني للنادي الاهلي مارسيل كولر ما عندوش وقت يضيعه بيجهز من دلوقتي المهاجم الفرنسي انتونيو موديست ليدعم هجوم النادي الاهلي في هذه المباراة طبعا احنا عارفين ان الكهرباء عنده اقاف ليه 6 مباريات انتوني موديست مش مقايد في قائمة النادي الاهلي في دور ال32 في دوري ابطال افريقيا لا يشارك مع النادي الاهلي في مباراة سان جورج سواء مباراة الزياب او مباراة العودة وبالتالي هيعود من جديد انتوني موديست لقيادة هجوم النادي الاهلي في مباراة الاسماعيلي في الجولة الثالثة الاهلي عمل مباراة اولى امام المصري البورسعيدي المباراة الثانية امام سيراميكا كيلوباترا تم تأجيلها والمباراة الثالثة الجولة الثالثة بإذن الله أمام النادي الإسماعيلي المدير الفني للنادي الأهلي مرسيل كولر عامل برنامج بدني مكفف لتجهيز مودست حتى يكون على أتم استعداد لمشاركة في موقعة النادي الإسماعيلي وبمناسبة مباراة النادي الإسماعيلي اللي لسه يوم 18 عند استفسار يعني للجنة المسابقات هو ليه الأهلي هلعب 29 و 29 و في الدوري 18 طب ما في خلال المدة دي كلها 39 بقى لغاية 18 كان ممكن النادي الإسماعيلي يعمل مباراة في الدوري الممتاز حتى لو قدمنا مباراة من قدام وحطناها دلوقتي ما يامع الحاجة عامل حسين عامل الصلطة دي والعجة والحاجات الغريبة اللي هو بيعملها دي وده في النهاية لمصلحة النادي الإسماعيلي لأن النادي الإسماعيلي شئنا قام أباينه هيجي فترة من الفترات هيتضغط بشكل غير معقول وأيضا إحنا دايما بنتكلم إن إحنا عايزين نخلص الدوري بدري علشان نبدأ في الموعيب مع العالم كله بالشكل ده إبقوا قبلوني لو خلصنا الدوري بتاع 23 و 24 في سنة 26 حتى طبعا النادي الإهلي عامل مباراة كبيرة أمام سانت جورج الفريق الأثيوبي وكسب بثلاثية في زهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقا مباراة العودة بإذن الله هتبقى في القاهرة أيضا 29 تسعة المدير الفاني مارسيل كولر بيناقش مع الجهاز المعاون راحة عدد من اللاعبين الأساسيين للنادي الأهلي بعد ما اطمألنا عن نتيجة المباراة في مباراة الذهاب كولر بينوي إن هو يدي الفرصة ليه العديد من اللاعبين زي ياسر إبراهيم، كريم الدبيس، أحمد دبيل كوكا، طهر محمد طهر وقفشة وأحمد عبدالقادر وصلاح محسن وردا سليم وفيه إمكانية إن هو يريح بعض اللاعبين زي محمد عبدالمنعم، علي معلول، ألي ديانج، بيرسي تاو، محمود كهربا ومحمد هاني بالنسبة لموقف عمر السولية لعب خط وسط الفريق الغايب من فترة بسبب الإصابة عمر السولية هينتظم بإذن الله في التدريبات الجماعية بعد حوالي 15 يوم حيث اقترب اللاعب من إنهاء برنامجه التأهيل للتعافي من تمزق العضلة الخلفية وده اللي أبعد عمر السولية عن المشاركة فيه مباريات النادي الأهلي منذ نهاية الموسم الماضي ودخلنا فيه بداية الموسم الجديد ولسه عمر السولية بتعافى من إصابته حتى هذه اللحظة الإسماعيلي والاتحاد قمة الجولة التانية من الدوري المصري يوم الخميس بإذن الله الساعة السابعة مساء على ملعب استاد الإسماعيلية الموديل الفني للنادي الإسماعيلي كابتن إهاب جلال مازال مستمر على برنامج اليوم الكامل للعبي عايز يدي جرعات من التدريبات جرعات مكثفة عشان يرفع اللياقة البدنية للعبين ويرفع أيضا الحالة الفنية للعبي اللي ظهروا بمستوى يعني مش هنقول إن هو مبشر في المباراة الأولى أو مش مش مبشر يعني بالمستوى المقمول في المباراة الأولى اللي خسرها الفريق أمام نادي زد بهدف نظيف سجله مصطفى ساعة ديميسي واضح جدا إن كابتن إهاب جلال هيشيل من حساباته وضع مهاجم الفريق باسم مرسي إن هو يحطه في بداية المباراة في التشكيل الأساسي بعد المستوى يعني المتزبز باللي ظهر بي باسم مرسي في مباراة الفريق الأولى باسم شارك في الشوت الأول وأضاع العديد من الفرص للدرويش غالبا يعني بنسبة تقترب من التسعة وتسعين في المية حيلجأ كابتن إهاب جلال للمهاجم الغاني يوء نور للبداية في تشكيل الدرويش منذ البداية في مركز المهاجم الصريح طبعا النادي الإسماعيلي كان عمل مباراة ودية استعدادا لمباراة الاتحاد سكندري سيد البلد عمل مباراة ودية أمام بورفؤاد وفاز الفريق في هذه المباراة به ثلاثية نظيفة هدفين ليه يوء نور وهدف ليه مروان حمدي وفي المقابل سيد البلد للتحاد السكندري عمل أيضا مباراة ودية بالأمس استعدادا لمباراة النادي الإسماعيلي الدرويش أمام فريق الحمام المباراة انتهت بالتعادل السلبي صفر صفر في هذه المباراة دفعت كابتن طرق العشري بالعديد من اللاعبين اللي مشاركوش فيه المباراة الأولى أمام سراميكا كليوباترا اللي استطاع فيها الاتحاد السكندري أنه يحقق فوز مستحق بهدف نظيف سجله هدف الدوري كريستوف مابولولو الاتحاد السكندري في المباراة النادي الإسماعيلي حيستعيد خدمات الثنائي إسلاما بوسليما ويء الغاني بين يمين بواتينج المهاجم بعد تمثلهم للشفاء من الإصابة اللي أبعدتهم عن مباراة الفريق الأولى أمام سراميكا كليوباترا طبعا ثنائي مهم جدا وقوي في تشكيلة الكابتن طرق العشري أعتقد أنه هيتم البدء بيهم على دكة البودلاء وسيتم الاستعانة بيهم حسب بقى مجريات المباراة الزهير الأيمن ليء الفريق هشام صلاح اللي خرج في مباراة سراميكا كليوباترا بعد حوالي 20 دقيقة تمثل أيضا ليء الشفاء وجاهز لمباراة النادي الإسماعيلي اللعب كان تعرض ليه كدمة في القفص الصدري لكن بعد إجراء الفحوصات والإشعاعات تأكد أنه جاهز تماما لمباراة الدرويش المباراة شغالة من جمهور الفريقين لحضور هذه المباراة أتوقع أن المباراة دي هتشهد حضور جماهيري كثيف جدا سواء من جمهور النادي الإسماعيلي اللي بيشحن جماهيري دلوقتي لحضور هذه المباراة أو من جمهور الاتحاد السكندري اللي أيضا بيشحن جماهيره لحضور هذه المباراة مش عاجبني بس موضوع الشحن اللي هو إيه نشوف المنافس أو القريق الآخر بيدعو جماهيره إزاي لحضور المباراة ونحط البوست ده ونعمل تحفيز ده في النهاية بيعمل تعصب إحنا في غن عنه مش عايزين نخش فيه مهاترات من بداية الموسم مع اتنين من كبار الجماهير في الكرة المصرية الدور المصري كله فيه ستة أندية حاليا أندية عندها جماهير أهل زمالك إسماعيلي اتحاد مصري وإصاعد حديثا للممتاز بلدية المحلة مش عايزين نعمل ألأ من البداية ما بين الجماهير وبعضها عايزين الأندية الجماهيرية كلها تبقى قريبة من بعضهم لأن فيه النهاية زي ما احنا عارفين الدوري للجماهير فقط لغير ده أكب مليون في المية إن جماهير للتحاد السكندري هتلقى كل ترحيب بإذن الله في المدينة الجميلة مدينة الإسماعيلية من جمهور الدرويش العظيم أيضا أتمنى أن لو حد خرج عن أعصابه الفريق الثاني أو جمهور الفريق الثاني يعني يهد الأمور شوية لأن في النهاية يا جماعة والله العظيم دي كرة قدم هي للمتعة مش للمشاحنات وليه التعصد مجلس إدارة الاتحاد السكندري عمل تحفيز للعابين للفوز بهذه المباراة عمل لهم مكافأات خاصة في حالة تحقيق الفوز على الدرويش مجلس إدارة التحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد بن صلحي بيسعى أنه يعمل بداية نموذجية لسيد البلد في بداية الموسم طبعا بعد الفوز الأولاني في المباراة الأولى بقى مهم جدا أن الاتحاد السكندري حقق ست نقاط في بداية الموسم لكن على الجانب الآخر المباراة لا تحمل القسم على اتنين بالنسبة للدرويش والنادي الإسماعيلي خصوصا بعد الخسارة في المباراة الأولى عملت قلق عند جمهور النادي الإسماعيلي اللي كان داخل بتفاقل في بداية الموسم بسبب وجود الكابتن إيهاب جلال مع تواجد الكابتن علي أبو جريشا والكابتن عماد سليمان في اللجنة الفنية بغض النظر عن نتيجة هذه المباراة لسه بدري جدا يا جمهور الفريقين سواء جمهور الإسماعيلي أو جمهور الاتحاد السكندري متأكد بإذن الله بإذن الله مليون في المية أن الثناء هيعمل موسم جيد هذا الموسم بغض النظر عن نتيجة هذه المباراة وبالنسبة ليه النادي الإسماعيلي وإقافات القد اللي إحنا عمليين نسمع عنها كل يوم مش جديد يا جماعة الموضوع ده متوقعينه وعارفينه ولسه في مشاكل تانية جاية كمان لكن على مجلس الإدارة بقى أنه هو يبتدي في حل هذه المشاكل ولو حتى يدينا جدول زمني أو يدينا مثلا الخطة بتاعته إزاي نوي يشتغل على محاولة حل هذه الأزمات اللي بتهدد قلعة الدرويش مستقبلا وده اللي مفيش حد محب ليه كرة القدم المصرية أو ليه الرياضة المصرية بشكل عام يتمنى حدوثه لو أول مرة تشوفني مش حواصيك اشترك في القناة فعل الجرس اعمل لايك الفيديو ودائما وأبدا ستبقى أنديتنا الجميلية أولا وفوق الجميع أشوفك على خير بإذن الله شكرا لك وسلام عليكم